ترجمة نانسي قنقر منصة الاستثمارية طبعا ستتيح المنصة الاستثمارية invest.ph للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع التنموية الكبرى ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخرا وأيضا ستمكن المنصة المستثمرين من التعرف على المشاريع الحالية المتاحة للاستثمار إلى جانب المشاريع المستقبلية في المملكة وتشمل المشاريع قطاعات عديدة من ضمنها القطاع الصناعي والبنية التحتية بالإضافة إلى المشاريع السياحية ومشاريع الإسكان وتتضمن المشاريع الحالية المتاحة للاستثمار عدد من المشاريع من بينها مشروع بلاج الجزائر المدينة السياحية مشروع مترو البحرين في حين تتضمن المشاريع المستقبلية المدن الجديدة التي جرى الإعلان عنها وكما أسلفنا المنصة الاستثمارية الجديدة هي أحدى الداعمات الرئيسية لنجاح خطة التعافي الاقتصادي وهي ستساهم بإذن الله في تحقيق أهداف هذه الخطة في إطار النمو المنشود بمملكة البحرين ما بعد الجائحة وطبعا نهدف في النهاية من خلال ما يتم الإعلان عنه من مشاريع ومبادرات لمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي وقطاعتنا غير النفطية كما أننا نشجع القطاع الخاص على أن يلعب دورا أكبر في عملية تنمية الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر